دي بقى النقطة المهمة ميده بيشكر الأهلي ميده بيشيد بالأهلي خالد الغندرز علان ليه؟ تجار الكراهية يا أستاذ إبراهيم مش هعجبه من الكلام ده بعد جائزة الإبداع الناس الموضوعية حابة توقف عند أسباب تفوق الأهلي وتميزه جائزة بزاد ليها معايير خضع للمعايير للتحاد الأوروبي تقول إن الأهلي صاحب أفضل عمل مؤسسي في الوطن العربي دي شهادة الأهلي مدهاش لنفسه شهادة منحت لي من جائزة عالمية كبيرة في دبي اتكلم ميده عنها وعن سيستم النادي الأهلي وأسباب نجاحه إيه؟ نشوفه اللي ماشي بكل حاجة بالثانية وبكل حاجة أقرب نادي أقرب نادي أخجل لأننا أقول الكلام ده لأننا لازم نبقى ما نفعش نادي في رأسنا في الرمب الأهلي هو أقرب نادي للأندية الأوروبية بيحاول أنه يبقى عنده منظومة وأنه يبقى عنده سيتاب محترم وأنه يقدر أنه يشتغل صح ويبقى عنده فيجن لقدامه وبلان معمول وكل الكلام ده من سلوات طويلة فأنت أنت بتنافس وحش أنت بتنافس وحش الأهلي تحطيه أرض صلبة أنت النهاردة لما بتفضل كمسؤول جوه النادي بتتكلم على التحكيم وتتكلم على المظلومية وتتكلم أن الأهلي بيتجامل أنت بتبني جوه الطفل الصغير اللي هو جوه النادي أنه هو دايماً عنده عزر ودايماً عنده إكسكيوز ده إحنا الحكم ده إحنا كذا عايزك تشوف الفرق تاني يوم ما بين الأهلي لو خدت دوري تاني يوم اللي عيباً راح التبرين إزاي تفرق لعدت الأهلي كذبت البطولة احتفلت النهاردة تاني يوم اليوم خلص أنا لازم أن أنا أفكر في اللي جاي أن أنا أكسب نعم تاني وثالث وعاشر ورابع ومليون عندما يتحدث الناس متحررين من الانتماءات والكلام اليمين والشمال بتطلع قول الحق كابتن ميدو أنا بقول لكم قبل كده مئة مرة عندما يتحدث في الكرة بموضوعية تاخد منه رأي رأي محترم وسليم وفير يتحدث عن أسباب فوز الأهلي هو بيأخذ البطولة بيقولك الأهلي تاني يوم اللعيب هم هم في التمرين اعفل الصفحة وكنهم ما عملوش أي حاجة مش ناش تعيش ليل نهار في أفراح وتلاقي الكاز ده في كل حتة في أحياء مصر هو أو الجايزة يعني ده كلام كابتن ميدو مش كلام حد من نادي الآلي وفي كلام كتير جدا يعني هنطلع منه اتباعه على فكرة لما الزميل سيف زاهر سأل الكابتن خلد الغندور وهو في ضيافته هو كابتن هجام حنا فيه ايه تعليك على كلام ميدو هو كلام ميدو ما مسش الزمالة كلام ميدو كله عن إيجابية النادي الآلي وأسباب تفوق النادي الآلي اللي واضحة وضوح الشمس لكل الناس تقول لي تحكيم مصر تقول لي تحكيم أجنابي تقول لي تحكيم أفريقي الآلي بطل الآلي عنده سيستم الآلي عنده نظام الآلي عنده ثقافة المكسب زي ما ميدو عددها بشكل متعدد ده يزعل خلد الغندور في ايه يعني لو الأمر يخص نادي الزمالك من حق طبعا كانت خلد الغندور يدافع عنه ورد عليه لكن هل الإشهادة بالآلي تزعل اللي عايز يغازل مشاعر الجماهير ويقول لهم شوفوا ده مش زي ملكوا زي أنا بقى هديكم كلام اللي تحبوا وتسمعوا بس الأهلي مالوا ما الأهلي مالوا اللي قالوا ميدوا إنه الأهلي أقرب فريق للسيستم الأوروبي قالوا الكابتن الكبير الكابتن محمد عمر الفيديو الشهير اللي انتو كلكم حافظينه الأهلي نادي أوروبي وضع في مصر بالخطأ دي مقولة نحتها محمد عمر نجم الإسكندرية الكبير وعدتها أكتر من واحد بعد كده من وحي هذا النظام المتماسك اللي شاهدت به جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي بدأ لما الأندية المصرية الشقيقة المحترمة تبدأ تحاكي تجربة الأهلي تبدأ تدور على أسباب انتظام النادي الأهلي تبدأ تدور على ليه النادي الأهلي متفوق يتقال لك أصل النادي الأهلي لما تحل مجلس إدارته الحكومة لغت القرار في دقيقة ساعتها أيام الكابتن طير أبو زيد لأنه كان قرار غير سليم كان قرار غير صائب ما كانش مبني على أي حاجة بدليل أنه لا الكلام اللي تقال راح النيابة ولا حد سمع أنه في قضية ولا أي حاجة ورئيس الوزراء شاهد ساعتها أن ده تغول من وزارة الشباب والرياضة على استقرار نادي ما ارتكبش خطأ بدليل زي ما بقول لكم ما فيش حاجة لاتحق فيها ولا راحة النيابة ويتقال طيب ما هو نائب رئيس النادي الآلي ده كامل اللي قاله كابتن خلط غندور لما رأيب نائب رئيس النادي الآلي ما اعتمدش فوزه في الانتخابات الدنيا تقلبت لما تقلبتش اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية المحكمة قالت أنه هم أخطأوا في قراءة نص لقيحة النظام الأساسي واللي قال ده النادي الآلي بمنتهى الهدوء والاحترام لجه للقنوات القضائية واللي ده اللي أشاد به الوزير الدكتور أشرف صبح أنه احترم الاتجاه القانوني لإدارة النادي الآلي لا الآلي حد ميزه ولا حد اداله أكتر من حقه لأنه ماشي بالشكل الصح بدلاً ما تدوروا على أسباب تفوق الآلي والآن ده كلها تبدأ تحاكي مثل هذه التجارب عشان الرياضة تتقدم وتتطور لا نبدأ نزعل من مجرد الإشهادة بالآلي مع أن الآلي الإشهادة لا تفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر